أحسن الله إليكم ومباركة فيكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما حكم القيام ليلة النصف من شعبان هل ورد فيها شيء؟ هذا بدعة ولم يرد شيء في قيام الليل النصف من شعبان ولا صيام يوم النصف من شعبان هذا لم يرد فيه دليل صحيح من الكتاب والسنة فعمله بدعة أما من كان يصوم عادته يصوم من شعبان أمر النصف أثناء صيامه صامه تبعا فلا باس بذلك وكذلك من كان يقوم الليل وقام ليلة النصف من شعبان تبعا لقيامه المستمر فلا باس بذلك أما تخصيص ليلة النصف من شعبان فهذا بدعة